موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبة الصف الأول في درس جديد من دروس مادة الرياضيات درسنا لهذا اليوم بعنوان استعمال الخصائص لتحديد الأشكال الثنائية الأبعاد الجزء الأول وهدفنا لهذا اليوم أن يحدد الطالب الأشكال الثنائية الأبعاد من خلال خصائصها أتمنى منك عزيزي الطالب أنك قمت بالاستعداد الجيد للحصة وذلك بتوفير كتابك الرياضيات وقلمك لمتابعة أثناء الشرح كما يمكنك أيضا استخدام سبورتك الصغيرة لقيام برسم الأشكال إذا أردت ذلك هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا لنبدأ سنتعرف أعزاء الطلبة على بعض الأشكال سأعرض عليكم الشكل الأول انظروا لهذا الشكل هل تعرفون اسمه؟ نعم بالتأكيد إنه مربع لننظر سويا إلى شكل المربع هل تستطيع يا بطل أن تقوم برسمه على سبورتك؟ أحسنت أرسم الآن مربع لننظر الآن إلى الشكل التالي ما هذا الشكل؟ أحسنتم إنه مستطيل لننظر إلى شكل المستطيل جيدا وحاول أن ترسمه على سبورتك الصغيرة رائع يا بطل الآن ننتقل إلى الشكل الثالث سويا ما هذا الشكل؟ أحسنتم إنه دائرة انظر جيدا إلى شكل الدائرة وقم برسمه على سبورتك بارك الله فيك يا بطل الآن ننتقل سويا إلى الشكل الأخير ما هذا الشكل؟ بالطبع إنه مثلث يمكنك يا بطل أن تنظر جيدا إلى المثلث وتقوم برسمه على سبورتك الصغيرة رائع يا أبطال إذن تعرفنا سويا على بعض الأشكال هل تعرفون يا أول ماذا نسمي هذه الأشكال؟ نعم بالطبع نحن نسميها الأشكال الثنائية الأبعاد انظروا جيدا إلى هذه الأشكال يا ترى ماذا نلاحظ؟ أحسنتم نلاحظ أن الأشكال الثنائية الأبعاد هي أشكال مستوية ويمكنني تحديد الأشكال الثنائية الأبعاد من شكلها وهذا ما سنتعلمه سويا في درسنا لهذا اليوم انتبهوا جيدا معي الآن يا أبطال يوجد لدينا شكلا انظروا جيدا هل تعرفونه؟ بالطبع فقد تعرفنا عليه منذ قليل ورسمناه على سبوراتنا إنه المثلث انظروا إلى المثلث ماذا تلاحظ؟ نلاحظ وجود خطوط مستقيمة متصلة بعضها ببعض يا أبطال هل تعرفون ماذا نسمي هذه الخطوط المستقيمة؟ سأخبركم نسميها أضلاعا نسمي هذه الخطوط المستقيمة الأضلاع ما رأيكم سويا أن نقوم بعد الأضلاع المثلث؟ نقول ضلع واحد ضلعان اثنان ثلاث أضلاع إذن للمثلث ثلاث أضلاع مستقيمة أحسنتم نرى الآن الشكل التالي ما هذا الشكل؟ نعم إنها دائرة هل تستطيعوا يا أبطال أن تحددوا خطوطا مستقيمة للدائرة؟ بالطبع لا فالدائرة ليس لها أضلاع نقول أن الدائرة لها صفر من الأضلاع المستقيمة إذن تعرفنا سويا يا أبطال أن بعض الأشكال الثنائية الأبعاد لها أضلاع مستقيمة مثل المثلث وبعضها ليس له أضلاع مستقيمة مثل الدائرة رائع إذن هذه هي الخاصية الأولى التي تميز الأشكال الثنائية الأبعاد لننتقل الآن إلى الخاصية الثانية ونرسم أيضا مثلثا ننتبه جيدا إليه الآن يا أبطال سأشير إلى أجزاء في المثلث وعليكم أن تنتبهوا جيدا هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء هل تعرفون يا أبطال بماذا أسمي هذه الأجزاء التي أشرت إليها؟ هذه الأجزاء أسميها زوايا أو رؤوس ما رأيكم أن نعد سويا؟ كم رأسا يوجد في المثلث؟ هيا بنا واحد اثنان ثلاثة إذن كم رأسا يوجد في المثلث؟ أحسنتم للمثلث ثلاث رؤوس رائع الآن لننظر إلى الدائرة هل تستطيع يا أبطال أن تقوم بتحديد أي رؤوس أو زوايا في الدائرة؟ بالطبع لا لماذا؟ لأن الدائرة ليس لها رؤوس أو زوايا فنقول أن للدائرة صفر من الرؤوس لنتعلم سويا الآن ونتعرف إلى الخاصية الثانية من خصائص الأشكال ثنائية الأبعاد وهي بعض الأشكال الثنائية الأبعاد لها زوايا تسمى رؤوس مثل المثلث وبعضها الآخر ليس له مثل الدائرة حسنا يا أبطال لننظر سويا الآن إلى هذا الشكل ما رأيكم؟ هل نسمي هذا الشكل مثلثا؟ بالطبع لا هو ليس مثلثا لماذا؟ هل تعرفون لماذا؟ انظروا جيدا إلى هذا الشكل نلاحظ أن جزءا من هذا الشكل مفتوح إذن هذا الشكل ليس مثلثا فهو ليس شكلا مغلقا له ثلاث أضلاء لنصل سويا إلى الميزة الثالثة والتي تميز الأشكال ثنائية الأبعاد وهي الأشكال الثنائية الأبعاد تكون مغلقة وجميع أضلاءها تكون متصلة بعضها ببعض إذن يجب أن يكون الشكل الثنائي مغلقا أي جميع الأضلاء متصلة بعضها ببعض الآن أبطالنا بعد أن تعرفنا على الأشكال الثنائية الأبعاد نتوصل سويا إلى النتيجة التالية وهي أن الأشكال الثنائية الأبعاد تكون مغلقة وجميع أضلاءها تكون متصلة بعضها ببعض بعضها لها أضلاء مستقيمة وزوايا ورؤوس مثل مربع والمستطيل والمثلث وبعضها الآخر ليس له أضلاء ولا رؤوس مثل الدائرة أحسنتم الآن يا أبطال بما أننا تعرفنا على خصائص الأشكال الثنائية الأبعاد سنستطيع الآن من حل هذا التدرب بكل سهولة الآن علينا أن نذكر عدد الأضلاء المستقيمة والرؤوس للشكل وما إذا كان شكلا مغلقا أم لا لننظر جيدا إلى هذا الشكل ونقوم بعد الأضلاء المستقيمة له حسنا هيا نبدأ نعد سويا ضلع واحد ضلعان اثنان ثلاث أضلاء أربع أضلاء إذن ما عدد الأضلاء المستقيمة؟ أحسنتم أربع أضلاء لننظر جيدا إلى الشكل هل هو مغلق؟ بالتأكيد نعم إنه مغلق الآن عزيز الطالب يمكنك أن تقوم بحل هذا التدرب بمفردك وتجده صفحة 368 تدرب رقم 2 تدريب رقم 2 أذكروا عدد الأضلاء المستقيمة والرؤوس للشكل وما إذا كان شكلا مغلقا أم لا ننظر جيدا إلى الشكل ونقوم بعد الرؤوس ونتأكد هل هو مغلق أم لا يمكنك الآن عزيز الطالب إيقاف الفيديو للحظات والقيام بحل المسألة وبعد ذلك استكمال الفيديو للتأكد من صحة حلك هيا الآن نتأكد سويا من صحة الحل نشاهد يا أبطال ما عدد الرؤوس؟ واحد اثنان أحسنتم إذن لدي اثنان من الرؤوس هل هو مغلق؟ لا هو مفتوح إذا كانت إجابتك صحيحة يمكنك أن تقوم برسم وجه دائري مبتسم وتنتقل بذلك إلى حل الواجب تجدون الواجب أعزائي الطلبة صفحة 368 وصفحة 369 التدرب رقم 367 إذن نعيد مرة أخرى التدريب رقم 7 و 6 و 3 صفحة 368 و 369 هكذا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من درسنا لهذا اليوم لا تنسوا حل الواجب والتأكد من صحة حلكم إلى أن ألقاكم في الجزء الثاني دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب لأسئلتكم واستفساراتكم حول درس اليوم تواصلوا مع معلم الصفحة عبر تطبيق تينس